لكن ماذا يحدث؟ يموت إنسان في العائلة كل العائلة لا تتكلم مع هذا الرجل الذي مات ولا يسأل عنه إلى أن يموت ويبدأ العائلة كلها تأتي ويجتمع الإفطار والغداء والعشاء مجانا ثلاثة أيام لا يأتي تظن يجتمع للبكاع الميت؟ لا الطعام والشراب والحديث يتحدث عن السياسة وعن الأمور نعم يشرب الدخان ويقول والله مات حبيب لنا الآن أصبح حبيب بعد الموت؟ طيب في حال الحياة لماذا لم يكن حبيب لكم؟ الاجتماع في بيت الميت من كبائل الذنوب من النياحة هذا يقول إذا لم أحضر يغضب علي النياحة من الجاهلية؟ نعم من الجاهلية نعم لأنهم كانوا في الجاهلية يجتمعوا ويرفعوا الصوت يا لهوي نعم نعم يغضب عليك ولا يغضب رب العالمين عليك يا أخي اتصل أو تأتي إلى البيت تعزي وتنصرف أما يأتي ويجلس ويشرب الشاعر والقهوة والله أكثر من يتعب أهل الميت يعني الملتسقين بالميت نعم